الحكومة الحقيقة والنظام والسيسي حسوا ان في شماعة حلوة اسمها التجار الجشعين وحسوا ان دي ممكن تديهم وقت شهرين ثلاثة كمان فكرة ان في جشع التجار جشع التجار جشع التجار طلعوا يوسف الحسيني طلعوا احمد موسى طلعوا مش عارف مين يلا جماعة ايه دا عندنا جشع تجار ينهر ابيض طب نعمل في ايه لا دا احنا نكلم الجيش بقى فالبرلمان هنا على طول السيد اللي هو ممدوح شعين نزل البرلمان وطلع منه موافق على قانون ان الجيش هينزل يرائب موضوع المنشآت وموضوع السلع والاسعار تعالوا نشوف قانون حماية المنشآت ايه تفاصيله لمواجهة الاسعار وخوف من الغضب القادم اهم بنود قانون حماية المنشآت الحيوية ضباط القوات المسلحة هيمنحوا صلاحية الضبط القضائي في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الاساسية من سلع ومنتجات تموينية فأي حد عنده مشكلة في موضوع السلع والتجار الجشعين هتلاقي العساكر وقفين جنبك في الجزارة وفي البقالة وعند بتاع اللبن عشان يزبطوا لتجار الجشعين رئيس الجمهورية ومن يفوضه هيمنح تحديد الاعمال اللي بتهدد المقاومات الاسية للدولة ومقترارات الامن القومي خضوع الجرائم اللي ابتقى على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وجميع انواع الخدمات لاختصاص القضايا العسكري فحضرتك لو زودت سعر كيلو اللحمة هيحكمك قدام القضايا العسكري قوات المسلحة تتولى معاونة اجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معاها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة بما في ذلك محطات وشبكات وابراج القارباء وخطوط الغاز وحقول البترول وضيف عليهم معلم وشبكات الطرق والكباري وضيف عليهم كمان وغيرها من المنشآت وما يدخل في حكمها خش عليها بقى بالجزارة والبقالة وبتاع اللبن والهايبر ماركت والكلام ده كله هتلاقي عساكر جيش منورين في كل حتة انتم ما تعرفوش جيش مصر لو نزل وانتشر في مصر هيلم مصر من الاسكندرية الأسوان في ست ساعات كما قال سيء الزكرة عبد الفتاح سعيد خليل السيسي فحضرتك هتتفاجئ من بكرة من بعده ان الجيش موجود خلاص بيضبط الاسعار طيب انا قبل ما اكمل القانون ده عايز اسأل سؤال دلوقتي الجيش هينزل عشان يضبط الاسعار بس انت ما حلتش الازمة الرئيسية بتاعت الدولار صح هيعدي اسبوع هيعدي التاني هيعدي التالت الاسعار هتزيد لانك ما حلتش الازمة لان انت ضايع مخروب بيتك الناس بتنزل للشوارع تشوف مين تشوف عساكر بيروح عند الجزار بيلاقي الاسعار زي ما هي لا دي بتزيد وبيلاقي العسكري واقف بيلاقي مش عارف ايه اللبن بيزيده بيلاقي العسكري واقف ساعتها الناس دي هتواجه مين هتواجه الجزار ولا هتواجه العسكري اللي مع دبطية قضائية ساعتها العساكر هيقبضوا على مين على التجار الجشعين اللي هم بيزودوا السلع اصلا والاسعار غصبة عنهم ولا على المواطن اللي نازل يلعن سلسفيل العسكري والجزار واللي زود السعر عليه واللي ماسك البلد ساعتها ايه اللي هيحصل قرار ده هو لعب بالنار انت بتحط الناس العادية مش المسيسة ما بتحطش الاعلاميين والحقوقيين والسياسيين خالص انت بتحط الناس العادية اللي من تحت خالص اللي راح يجيب ساندود شوفوه ليه يلعيب 15 جنيه انت بتحط الناس دي في مواجهة سيادة النقيب وسيادة الرائد وسيادة الملازم وسيادة المقدم والعسكري وحصول اللي هم عساكر انت بتحطهم في مواجهة الناس دول اللي معاه ضبطية قضاية قادر انه يقبض عليه ويحط الكلبشات في ايده ويحكموا عسكريات ليه؟ لانه اعترض على ارتفاع الاسعار اعترض انه مش لا يأكل اعترض انه جعان فانت مدرك انت عملت ايه بالقانون ده انت بتلعب بالنار في كل المحافظات انت بتحط الجيش في مواجهة الناس الناس مش السياسيين مش شباب الثورة مش احزاب مش اعلام انت بتعمل تماث مباشر من المسافة صفر ما بين الناس اللي جعانة ونزلة تاكل فبتلاقي الاسعار غالية وما بين عساكر الجيش والشرطة وزباطهم اللي معهم ضبطية قضائية نازلين يحمل منشآت ويضبطوا الاسعار اللي مش هتنضبط لانك فاشل فبرافو برافو انت بتعبث بالامن القومي انت بتعبث بالامن القومي شرارة واحدة لو ولعت في محافظة واحدة في مدينة واحدة هتمتد للبلد كلها ساعتها ابراهيم يعيسى ما تمسكش البردعة وتسيب الحمار ساعتها روح ارفص الحمار لانه هو الحمار اللي بيعمل كده مش البردعة برضو المثل اللي بيقول كده انا مش باشت محد فابراهيم يعيسى ساعتها روح امسك في السبب اللي هيولع الناس ساعتها مش كلمة اسامة قالها في اعلام برا اطلاقا اللي هيولع البلد اللي خد هذا القانون المتخلف ووضع الجيش مع الناس العادية اللي مش لا يتاكل في تماس من المسافة صفر اش رب انت هو تعالوا نكمل شوف يسيدي يختص وزير الدفاع بتحديد ضباط وافراد القوات المسلحة واماكنهم ومهمهم وغيرها من الاجراءات اللي تقتضيها طبيعة عملهم داخل المنشآت والمرافق يمنح القانون دباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمور الضبط القضائي وذلك وفقا لأحكام قانون الاجراءات الجنائية افتكروا الكلام دا كويس 30 يناير 2024 هذا القانون ربما يكتب نهاية عبد الفتاح السيسي بأيديه